هنا بنوصل يعني مكان أو مطرح يبدو فيه أن هناك معادلة مستحيلة هناك اتفاقات تتم في الأروقة وفي الاجتماعات وبترتيبات إقليمية وبعضها دولية ولكن ما في القلب في القلب ما يسمى بالطبقة السياسية تعارفت وتوضعت فيما بينها أن هناك أشياء لا يمكن التنازل عنها كيف يمكن أن نحل هذه الإشكالين كما قلت حضرتك المشاكل التي نراها في لبنان مجزعة في عدد كبير من الأمم هي خارج الدستور اللبناني العودة إلى الدستور اللبناني هو الذي يحل هذه المشاكل طب هؤلاء لا يريدون العودة إلى الدستور اللبناني لا يمكن في اتفاق عربي دولي ووافق عليه أغلبية العظمة من اللبنانيين هو اتفاق الطائف لبنان منذ استقلاله عام 1943 عن الانتداب الفرنسي مرة ب11 أزمة وكانت أزمات قوية جداً بعضها كده يصل إلى الحرب الأهلية ومن ضمن هذه الأزمات الحرب الأهلية التي اشتعلت عام 1175 في لبنان ب13 إبريل كل هذه الأزمات تداخل أو جاءت مشاريع الحلول لها من عدد كبير من الدول أمريكي روسي أوروبي ولكنها جميعاً لم تستطع إنقاذ لبنان وإعادته إلى وضعه الطبيعي على الإطلاق وحده الحل العربي للأزمة اللبنانية على امتداد هذه المراحل منذ 80 عاماً وإلى الآن هو الذي استطاع أن يعيد إحياء مقومات الدولة اللبنانية وأن ينهي الأزمة فيه ويضمن التوافق والتعاون لبنان ما في خلاف شعبي يعني لا يوجد خلاف بين المسلم والمسيحي على أساس شعبي يعني على الصعيد الشعبي إطلاقاً هناك خلاف بين القوى السياسية التي تدعي أنها تمثل الطوائف وبالتالي تتحرق بهذا الإطار